موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام أهلا بحضاراتكم ولقاء جديد ومتجدد مع برنامجكم شفت منام كل عام وأنتم بخير نكتارب من عيد الأضحى المبارك كل سنة والشعب المصري أجمعه طيب كل سنة والعالم العربي والمسلم طيب وبخير يا رب العالمين أهلا بحضاراتكم النهاردة هتكلم في موضوع شايق جدا وهنخش في المناسبة بتاعتنا بتاعت الأيام دي وهي رؤية الوضوء والكعبة في المنام يا رب العالمين يجعل كل مشتاق إلى رؤية الكعبة يروح يزور سيدنا النبي ويزور الكعبة المباركة المشرفة يا رب كل مشتاق يا رب العالمين يروح يعمل عمره ويحج رؤية الكعبة في المنام والوضوء من أجمل أجمل الإشارات اللي الإنسان يستبشر على طول أول ما يشوفها في المنام يلا أنا مستني اتصالاتكم ومستني أحلامكم ومناماتكم أعبرها لكم وإيه وأفسرها لكم ويا رب فدكم طيب دايما عطول بقول لو ما فدكوش بحاجة يلا نصلى على سيدنا النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أكيد لو مستفتوش مني بحاجة هتستفادوا بالصلاة على سيدنا النبي فاتح الأبواب وسالك الطرق النهاردة هنتكلم عن الكعبة في المنام من أجمل المنامات اللي يشوفها الإنسان رؤية الكعبة في المنام ولكن لها أمور محمودة كتير ولها أمور غير محمودة برضو هنبدأ بالمحمودة ونفرحكم واللي يشوف الكعبة في المنام من رأى الكعبة في المنام أيّا كان رجل مرأة إنسان متزوج أو مطلق أو مطلقة طب ومعنا اتصال ونبدأ بالأستاذة هيبة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك أو أستاذ هيبة لو صمحت عندي حلمت وغيرين كده كانت أختي حلمت أن والدتي متوفية كانت شافت كأن هي قاعدة في بيتنا القديم خالص إحنا مش نوع علي يعني كانت قاعدة هي والدي قدامها بس في هي حاجة محتوطة على وشها زي قماشة كده واختي سمع بكاءها من هي بتعيض فهي بتقول إن مام بتعيكله وكده بابا قال لها عشان هي عايزة تاكل تمام وبتقول أنا فتحت باب قوضة لقيت فيه الميتين يعني طبر عمي وجوزها ميت متوفي للقاتل لقات كل المعتبر متوفين من العيلة عادين كده في القوضة في جنب كده بابا طبعا بابا متوفي صح؟ لا لا ماما المتوفية ماما المتوفية بس طيب يا أخت هيبة بعد إذن حضرتك أنتو كم أخ وأخت؟ إحنا تسعة ما شاء الله الله أكبر تسعة ربنا يبارك في حضراتكم أستاذ هيبة من من إخواتك دلوقتي بيعاني من ضيق أو كله في الرزق؟ كله في الرزق؟ كله في الرزق؟ مم يعني طبر عادي يعني طبر الشيخ يعني طبر كلهم من دخلهم عادي يعني بس فيه حد بيعاني من إخواتك أنت كويسة؟ لا الحمد لله أو لا الدخلين الحمد لله كويسة طيب مين من إخواتك بيعاني من كله في الرزق؟ أو عنده بعض المشاكل؟ أو عنده بعض الضائقات أو تعبان؟ ممكن مشاكل صحية أكبرت الشيخ أختي عندها مشاكل مين يا فندي؟ هي أخت عندها مشاكل صحية أختك عندها مشاكل صحية؟ أي أختك دمو تزوجها يا فندم؟ أي طب حالتها المادية إيه؟ يعني هي كانت يعتبر كويسة بس دخلوا في مشروع ففعلا خسرهم كتير وقصر زي كتير يعني إحنا كلامنا مظبوط اللي قدنا نوصل إن هي أكيد محتاجة وصحيا تعبانة بعد إذن حضرتك يا أستاذة مين اللي شاف المنام؟ أنت؟ لا أختي لشافين طيب بس مش أختي لتعبانة أختي تاني تمام بعد إذن حضرتك الأم هنا لما تكون جعانة أولا إحنا هنوصل طبعا إن إحنا نطلع عليها صدقة ونترحم عليها ونظرها في أبرها ولكن هنا الأم جعانة يبقى في حد من أولادها بيعاني في حد من أولادها محتاج فروحوا اجتمعوا من إنتوا التسعة حوالين أختكم ما تسبوهاش وساعدوها والله أعلى وأعلم منامك التاني بس الأول إنت فهمت كلاما ولا لأ؟ آه فهمتش ما تاخدوهش من هنا والطلعين من هنا حسن ده بقى آمانة في رقابتك آيو آيو سلمت والله يفضلت الميت ما بيجيه شي هبقى كده ده ربنا اللي بعته آيو هيا بعدين ثلاث بتبكي يعني الواحد بيشوفها أحلامي يعتبر كلها كويسة أنا استغربت من حلم إن هي بكي جهة تمام ما هي زعلانة علشان بنتها زعلانة علشان اللي بيعاني ولو إنت خدت الكلام من هنا وطلعتين من هنا ربنا هيبعت تاني وثالث لرابع لغاية ما تساعده أختكم والله أعلم منامك التاني بعد إذنك آني حلمت إن هي كأن والدتي هيا تحامل وولدت لأ يعني إن هي ولدت فانا عم نقول ده ما كانتش حامل أفضل أختك اللي هي تعبانة؟ أختك اللي هي تعبانة؟ لا، أنا حلمت إنه والدتي 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 والدتيtera آه، ده بعد ما ما تس فانا عم نقول مكنتش حامل عشان تولد ولا مستغربة قوي فما بعدين قلت من جوايا كدهdle يمكن عشان كده هيا كده علشان نايمة يعني وتعبانة فاحنا مش واغذين بالنة لأنها كانت عندها جلسة ونايمة فأنا قلت في بالد ممكن عشان نايمة وإحنا مش وغدين بالنا وكده فهي كأنها كانت ولدت ولد وفاصل وإحنا روح نشوفه أنا و هي بتقوله ربيسي عشان نروح نشوفه وهو عند خلصي فأنا عملا أسأل اسمه إيه فبرضه جيب داني إن هو اسمه أحمد تمام فأنا على بالما لبست لقيت إن أنا ماشية مع أختي مش معاها هي ماشية مع أختي راح نشوفه ولقيت في مطر خفيف كده نازل الله بس أنت متجاوزة وعندك أولاد صح؟ لا متجاوزة بس معنش أولاد لا ده ربنا هيرزوقك إن شاء الله بإذن الله أنت شوفت المطر مطر خفيف كده آه نزل علينا وإحنا مشينا المفروض برحيل يا أختي هيبة أنت بقالك كم سنة متجاوزة؟ بقالي 17 سنة يا شيف يا الله كم سنة بعد إذنك معلش أنا أسف للسؤال ده 17 كم سنة حضرتك سنك؟ آه سني 38 طب نقول أنت طبعا لفتي عند الأطباء كتير جدا والأطباء ممكن قالوا شوية من عنده جوزك آيو ربنا إيش فيه؟ خلي جوزك يخرج صدقة إن كنت عندك مقدرة خلي جوزك ينحر أو يدبح وضحية لله بنية إن ربنا سبحانه وتعالى يديك الحمل ويديك الخلفة وقريبا جدا إن عملت كده هتشوف الخير وربنا هيديكي والله أعلى وأعلم طيب شكرا يا أستاذ هبة طيب رؤية الكعبة في المنام رؤية مبشرة وجميلة جدا 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 يا الله يا رب كده يعدنا إن إحنا نشوف الكعبة على طول في المنام على طول باستمرار ليه؟ يقال بأن من كان قائفا أو به ضيق أو به قرب ورأى الكعبة في المنام أمنه الله سبحانه وتعالى أذهب الله سبحانه وتعالى عنه الضيق والقرب طيب ليه؟ إذبت لنا كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في فتح مكة وكان منتصر كده وقوي وطبعا هو قوي على طول قال لأهل الكريش إيه؟ أو الكفار ما تظنون بي؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء فمن دخل بيته فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن طبعا المسجد كان أياميها الكعبة فمن دخلك الكعبة وكان خائفا أو به ضيق أو به قرب أو به أي حاجة أولى زي ما تقول من الخف والدي وشفت الكعبة في المنام ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنك ما أنت فيه لا ده مش كده كمان بس أنا أخلي لكم الجزء ده مفاجأة في الآخر تمام كده؟ طيب المرأة الحامل أو أختي أو جيراني أو أحبابي وكانت أختي كريمة حامل وشافت وهي حامل في وقت الحمل رؤية الكعبة في المنام على طول ربنا سبحانه وتعالى بيقولها حملك سوف يكتمل سوف تضعي بأمن وأمان ربنا بيطومنك على جنينك ربنا هيفرحك أوي 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 بالطفل اللي جاي في الطريق طيب أختي زي الأختي هبة اللي كانت بتكلمنا يا رب بحق هذه الأيام الطيبة الجميلة وبحق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ترزقها وترزق كل محتاج ومشطاق إلى الأولاد يا رب يعطيها يا رب وشافت الكعبة في المنام ونفسها أن ربنا يرزقها الولد الصالح أو الزورية الطيبة ربنا سبحانه وتعالى بيديها لأن رؤية الكعبة من أجمل المنامات ومن أجمل الإشارات طيب الإنسان إيه هنا اللي بيشوف أنه هو دخل الكعبة جوه يا الله الإنسان اللي شاف نفسه دخل الكعبة من جوه جواها ده يقوم أنا مش عالف أوصف الفرحة بس أوصفها بأفخم وأفضل وأرقى الأشياء إننا أقوم ساجد للرحمن ومعنا اتصال من الأستاذ إلهام مرحبا بك يا أستاذ إلهام الحمد لله والله حضرتك كنت شايفة أخت شايفاني منام إن أنا لابسة فستان أبيض وطلقة شعري لابسة فستان أبيض وإيه؟ وطلقة شعري وفرحانة السنين وإيه بكعب فستان أبيض وإيه تاني؟ وطلقة شعري وفرحانة بيه آآ آآ متطلقة شعرك يعني مسيبة شعرك آيوة تمام وفرحانة بيه جوه أنا مبسوطة يعني بيه ربنا يفرحك وبعدا ما أحلمت مبارح إن أنا وأخويا اسم عاطف وأمي وجنبها طفل بنت وأمي شالتها يعني بفرحة كده فأنا بقول لها يا ماما حطيها في الأرض فمارضات تحطها في الأرض بتقول لها أنا شايلها فبقول لها كده هتتعود إن أنت تهشكيها فجأت لها أنا هشيلها بس كده بيها المهانة سيدة إلهام كده خلاص؟ أيوة بس كده أنت متزوجة؟ أيوة متزوجة عندك أولاد؟ لا ما أندي يا رب يرزقك بحق جاه النبي والأيام المفترجة يا رب شكلنا النهاردة هندعي لك وقول لك بإذن الله وشكلها هيبقى وش حلوة عليكم وإن شاء الله ربنا يرزقك بالزرورة الصلاحة اسمعيني من التلفزيون وأعبال لك منامك إن شاء الله الأستاذ إلهام الأخت الفاضلة الكريمة بنت الناس القرمة شافت في المنام إن هي لبسة فستان أبيا الجميل وطلق شعرها مسيبة شعرها ونعم الفستان في المنام يا جماعة لما يكون أبيض وأنا قلت قبل كده وعبرت على الحلقة الكريمة بتاعتنا ديا اللون لابد في المنام فقلت إن هو ملك الألوان أجمل الألوان الصفاء النقاء الدين فهي شكلها إنسان طيبة وعلى الفطرة وقلبها طيب قوي وشكلها بتروب بسرعة من أي حاجة فالفستان هنا بيدلل على إيه؟ أستناه ومفسروش دلوقتي ولكن أجيب الشعر الشعر اللي طلقه وناعم فهنا يقال إيه بقى على موضوع الشعر بذات الحريم أو النساء؟ يقال بأن الشعر إذا كان سايح ونازل وطويل بيدلل على الرزق طول العمر لو الإنسان نفسه في حاجة ربنا هيدهاله طب أنا بقول هنا رزق هو لازم الرزق يكون فلوس بس رزق فلوس، رزق خير، رزق حب الناس، أولاد والفستان هنا لا تياضي اللي هي لابساه بنت سوف إن شاء الله ربنا هيكرمك وتحمل البنت يا أستاذ إلهام مبروك عليك إن شاء الله يا رب يسمع مني بحق رسول الله وقال أبيته الكرام أنت والأستاذ هبة يا رب يا رب يا رب كل اللي معانا يأمنهم أما أمك اللي معاها بنت وكلام من دوا وتشوف البنت وتشيلها أو إشارات المنام فرؤية البنت هنا في المنام دونيا سعيدة لك وخيرها هيتفتح لك أنا كده حاسس من عند الله سبحانه وتعالى إن قريبا جدا ربنا هيكرمك بحمل وهتكون لك بنت في أول خلفتك والله أعلى وأعلم طيب هنا هنرجع تاني لرؤية الكعبة في المنام وقلت لدخل الكعبة من جوة في المنام يقوم يسجد للرحمن يقوم يبصه للسامة كده ويقول لك الحمد وشكر لك يا رب طب ليه يا أبو يحيا عشان ده فضل كبير قوي من ربنا سبحانه وتعالى إن أنا دخلت ودخلت جوة الكعبة قضاء أمر خير كبير أوي 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 الله الإنسان ده مقرب إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان ده لو شاف المنام أنا على طول ويقصه علي بقوله دعيلي لإن ما يخشش ويشوف المنام ده إلا الناس المقربين إلى الله سبحانه وتعالى لقلبه مبيض ما بيعرفوش يكرهوا الناس الناس ده الحلوين فدخل الكعبة جميل جدا في نفحات كبيرة في خير لصاحب المنام طيب أخاف من هنا من إيه يا أبو يحيا لو حد شاف نفسه إن هو فوق الكعبة ده بقوله خلي بالك أو اتق الله أو خلي بالك شوية لإن ما ينفعش إن أنا أطلع فوق الكعبة من فوق لحتى يقول بعض العلماء أو وإحنا عارفين إن ما فيش عصفورة ولا طير ولا طيارة تقدر تعدي من فوق الكعبة مستحيل سبحان الملك ومعنا اتصال السيد الممحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت ممحمد إزاي حضرتك أنت منورانا والله ربنا يعزك والسرع يا رب أمين أحنا والله برنامج الحمد لله برنامج ممتع يعني في صراحة نعم المهم المهم حلمت بوية ليرحمه الله يرحمه لو بتوتره وعنيت هتتوتر من إيه أخوكي أخوكي أخوكو بتتكلمي معاه ربنا يا عزة فضالي إن أحرمت والله ما يرحمه كان مطرح ما من نم كده على السابس على المخد دي كده كده من دورة كده خاضر شفت أبوكي استنييني استنييني عشان اسمعك واي شفت أبوكي نايم على المخد لأ أنا لأ المخد اللي أنا من نم عليها التاني دورة كده من دورة خاضر عليها دورة أخضر آه بس بس لأ تاني معليش ما ما ماسمعش بجد أولا ما يرحمه كان مديني كده من دورة خاضر آه ولأ جتها كانت محطوط على الشلطة اللي أنا من نم عليها يعني ما طرح ما مناه تمام بيت مغطي يوم شفت أبوكي دخل عليها بغطيت خبير تمام عندك ولدين ولا بنت ولد عند ثلاث أولاد صوبيان عندك ثلاث أولاد صوبيان آه سنهم كبير ولا في حد لسه صغير لا كبير كل فيتنين متجاوزين طيب يلا مش إشكال طيب الله أكبر ما شاء الله عندها ثلاث أولاد ربنا يبارك فيهم يا رب ويفرحها بيهم ويكون مطوعين لها على طول ويبروها باستمرار وهي تبروهم برضو أبوها المتوفي شافت في المنام جيت بيها كوزين دورة خضر إحنا في أيام الدورة ولازم الست محمد طرحت علي حاجة هقولها لكم فهي لما شافت الدورة الأخضر في المنام وأبوها مدهولها وخافت عليهم وضغطيهم فهينا دليلة على الخير دليلة على فرج جايلها في الطريق دليلة على رزق جايلها إن شاء الله تفرح بيه أوي 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 بس هتخاف علي من أعين الناس والله أعلى وأعلم هي فكرتني بحاجة جميلة جدا هنا والحاجة دي حصلت في زمن الإمام بن سيرين رضي الله عنه وأرضاه كان عالما في تفسير الرؤية والمنام رأت أو رأه إنسان في المنام ومعنا تاني أم محمد من السويس تمام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد من السويس أيوة طيب تمام إزاي كيف؟ أهلا بحضرتك يا فندي بقولك لو سمحت أنا حلمت مرة إن أنا وبنتي ماشيين في شارع ورح تقالك لتعالي نمشي على الرصيف ده عشان نختصر الطريق مش هنا على الرصيف رح نحوادنا كده كأننا مش هنا على الرصيف رح تلقيت نفسي ماشية وطلحت لقيت نفسي على برجين ماشي على حطر صيعة كده والبرج من هنا وبرج من هنا تمام وأنا خايفة معا رح تبنتي نطط قالت لتعالي النطط قلت لها لك رح تهي نطط من على البرج في شجرة في الشاك كده رح تزقق بأداء ورح تنزل على الحمار في حمار تحتها قالت اتكلت على الله ونزلت يعني هي رجبت عليه؟ آه رجبت على الحمار جميل تمام وأنا خفت منزل وقعدة بقى خايفة لنم لقع من هنا ومن هنا برج ومن هنا برج وأنا على حطر صيعة كده تمام ومش عارف بقى حتى أقول لحد ينقذني حد يعملني مفيش حد وبنتي بنتي كانت ماشية ورايا فجأة مبقيتهاش يا رب يديك الصحة وتفرح بوبيا ستة محمد ربنا يخليك يا رب أنا الحلم ده قلقني من بدري ولا تخافي منه خالص ما تخافيش منه ده بالعكس ده منام عسل وهيفرحك إن شاء الله ربنا بس عايز تسألك سؤال آه أنت طبعا زوجك معاكي ولا فين؟ لا زوجي متوفي الله يرحمه ويحسن إليه أنا كنت قلبي حاسي إن أنا جوزك بعيدة عنك ليه؟ لإن الظهر إن أنت شايلة الحملة لوحدك من زمان ودايما خايفة ليه أمو محمد سيبها على الله آه والله آه والله يجب ده أنت حايفة كل ما بتمشي في طريق خايفة ليه؟ آه بخاف جدا والله وكل ما بتعملها حاجة خايفة ليه؟ آه صح المنام ده منام نفسي تمام كده؟ ما تخافيش منه ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ما تخافيشي أنا معاكي بالذات الست اللي هي أبوة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكون سندها لإن لما زوجها بيسيبها الله سبحانه وتعالى بيبدأ من هنا بيكون سند الأرملة بيقولها أنا سندك أنا قوة بتاعتك ما تخافيشي فهنا أنت دايما خايفة دايما مرعوبة من كل حاجة أنت بتعمليها بنتك ماشية ونزلت رجبت على الحمار طبعا أكيد هيكون حمار بلدي مش حمار وحشي فهنا دليل أن يا بنتك تركب وماشى معاكي شكل بنتك برضك يعني خايفة برضك من الزمن أو خايفة من الأيام وازدهر أني أنت بتحس أني ظهرك ملكي السند وبتحس أني ظهرك مكشوف ما فيش حد واقف في ظهرك أو أنت خايفة من الدنيا أو خايفة من المستقبل يا ستة محمد المستقبل بتاع ربنا واللي أنت ما تعرفوشي أن ربنا معاكي أن ربنا مقويكي أن ربنا سبحانه وتعالى شايفك وبيعينك وبنتك إن شاء الله ربنا هيرفع قدرها وهيكرمها إن ما كانش متجوزة هتتجوز فيه رفع عليها فيه خير فيه فضل من ربنا سبحانه وتعالى بقولك ما تخفيش والله أعلى وأعلم هنرجع تاني لرؤية الكعبة في المنام طب هنا أنا قلت إن الكعبة ما ينفعش إن أنا أطلع فوقها في المنام أو إيه إن أنا أصعد فوق منها أو أكون فوق منها أمر مش محمود على طول صاحب المنام أقوله ارجع ارجع وخلي بالك شوف أنت بتعمل إيه شوف أنت أهملت إيه مع ربنا سبحانه وتعالى ارجع بسرعة لأن هنا فيه خطأ كبير جدا أنت بتفعله والله أعلى وأعلم طيب هنا يقال بعض العلماء برضو بـ بلو فيك دار في الكعبة اتهدم هذا الأمر لا يحمد ليه؟ لأن الكعبة طبعا أربع أرقان لو ركن منها وقع ده دليل على حاكم كبير أو عالم أو حاجة ذو رفعة كبيرة لها قيمة في الكون أفي أي بلد ده بيكون موته والله أعلى وأعلم طيب ابن سيرين على الست اللي احنا بنتكلم عليه قالت الضرة وكلام من ده وتوقتات الضرة أو توقتات الزرع في أوانه يعني أنا شفت باكل تفاح وحنا دلوقتي في أوان التفاح شفت أن أنا باكل الضرة وانه في أوان الضرة شفت أن أنا باكل خضار وانه في أوان الخضار يتعبر بإيه ويتفسر بإيه اسمعوني جيداً جداً لأن الكلام ده يكون مفيد لكم كل حاجة ما يكون في وقتها فارزء كبير ومعنا اتصال إيمان أستاذة إيمان راحت مننا للأسف عاودي الاتصال تاني يا إيمان مستنظرك طيب ضهب رجل ابن سيرين وقال له يا إيمان رأيت في المنام أني أأكل ثلاث ثلاثين حبة من التين فقال سوف تمرض ويزول مرضك سريعاً وتحقق المنام لما كان ثلاثين حبة من التين وقال له سوف تمرض وفعلاً تحقق المنام وتعب ثلاثين يوم أو تعب فترة وبعد منها قال له هتخف على طول فعلاً الشخص هو هو جي بعد فترة يعني شهر أو اتنين وقال له يا إيمان سبحان الله وجدته في المنام أيضاً تكرر المنام أن أنا باكل ثلاثين حبة من التين قال له سوف يخرج من جسدك بعض الدمامل فاستعجبه الجالسون وتحققت الرؤية بعد فترة ثلاث أشهر جاء نفسه الرجل وقال له يا إيمان رأيت أنني أأكل ثلاثين حبة من التين فقال له سوف يرزقك الله سبحانه وتعالى بثلاثين دينار فاللي قاعدين كده من الجالسين للإيمان لأن الإيمان بن سيرين ما كتبش كتاب على فكرة في تفسير المنامات اللي بيكتب دلوقتي علماء علم النفس وعلماء الاجتماع وناس مجتهدين إنما الإيمان ما كتبش كتاب ولكن نقول إن الكتب دي برضو فيها نسبة كبيرة جدا صحيحة ولكن إزاي اتنقل علم بن سيرين عن طريق تلاميذه اتنقل عن طريق تلاميذه فتلاميذه نقله عنه العلم ده وتداول الأمر فاستعجبه الجالسون وقال له يا إيمان جاءك الرجل في أول في أول الأمر قال لأ أكلت كذا كذا فقال سوف تمرض ومرض وكذا كذا وكذا كذا وأتاخد تلاتين والمنام هو هواء إيه كلام ده قال لقد أكل تلاتين حبيت التين كان الشجر كان لسه ناشف الشجر بتاع التين كان لسه ناشف وما فيش أوراق طلعت فيه ولا حاجة فطبعا الإنسان لما يخش حضيقة أو جنينة ويشوف الشجر ناشف مع لهوش صمار نبقاش محمود شاهنة هيتعب شوية لأنك أنت تستفاد منه إيه شجر ناشف فتعب سبحان الله بعد منها بتقلاز أشهر الشجر بدأ ينضج والتين يطلع بس تخضر وناشف ينفع تاكله ما ينفعش تاكله فهنا سوف يخرج من جسدك بعض القيح والدمامل وحصل لأن التين لسه ما نضقش على شجره وما استواش عشان تاكله بعد فترة تانية الشجر شاف المنام والشجر والتين استوى فلما كاله طيب هنا الثمرة ثمرة طيبة أصبحت تكون يعني جهزة للأكل فهنا قال له هيجي لك 30 حبة 30 دينار رزق جايلك في الطريق من المال شفتوا يا جماعة تفسير المنامات بدكة وبعلم عاملة إزاي فهنا السيطة ده أنا قلت لها فيه خير جايلك وفرج ليه لأن أظن أن اليمون دولا زراعة الظرة زراعة الظرة فده رزق جايلك في الطريقة ستة ممحمد نرجع تاني لتفسير الكعبة في المنام اللي يشوف الكعبة في المنام يا جماعة ودي المفاجأة اللي أنا هقولها لكم بس قبل ما أقولها يلا كل اللي بيسمعني وشايفني يصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلا كل يقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللي قعد ومستمعني أو مش عايز يصلى على النبي فبقوله أنت بخيل اوعى ما تصلش على سيدنا النبي ده فاتح الأبواب سالك الطرق اللي يصلى عليه يا الله هيختنى ربنا هيكرمه أوي 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 ممكن يخش الجنة إن شاء الله وفعلا يخش الجنة طيب المفاجأة هنا إيه بقى في رؤية الكعبة في المنام من رأى الكعبة في المنام وكان أعزب تزوج أو أنسة إن كانت مطلقة الدنيا هتتزبط معها أوي 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 إن كانت متزوجة ربنا هيكرمها بالدنيا وبالخير والفرج وكل حاجة حلوة طيب بس أنت مقلتش على المفاجأة وإيه هذه المفاجأة ما أنت عاما تتكلم من ساعتها وتقول كذا وكذا وكذا المفاجأة هنا من رأى الكعبة في المنام ورأها بعينيه يعني شافها بعينيه هيروح يزورها أيوان هيروح يزورها هيروح يعتمر هيروح يحج صدقوني أنا ما بقولش كلام إلا بعلم ما بقولش كلام إلا فعلا حصل عبرت الناس كتير وما كاناش بيصدقهم ولقوهم مسكين يفطى كده قدام الكعبة بشكروني فيه أقول لهم أشكرو ربنا أنا وسيلة بسيطة جدا وإنسان مسكين جدا جدا عبرت لكم وربنا سبحانه وتعالى أصاب التعبير أصاب التفسير بس أنا بقول فعلا كل من رأى الكعبة في المنام أذن له الله سبحانه وتعالى بأن يزورها إن شاء الله يمكن أنا شفتها أكتر من مرة تم معانا اتصال الأستاذ كرم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ كرم زكي عمي الشيخ أنت منور كل سنة طيب أنت بخير والدنيا اللي عندكم كنتها بخير ومصر كنتها بخير والله أنا حلمت حلمين يا الله يخليك حلمت حلمين وتغيرين خالف يا أستاذ كرم نعم اسمعني من الهاتف وقفل التلفزيون أو الطير ما شفني عشان الفيلم تطعشي ما شفني يلا قول والله مرة حلمت أنا وقاعد في البيض أنه في حد عاوز يختفني وحد تاحد التوبة ولا الزلطايا بره في الشارع عشان حد ينقع بعد كده قاعد تجرأ إيه الله لا إله إلا هو الحي القينو الله حبيبي وراح سابني وراح سابني الله حلمت المرة كان برضو حلمت إنما إيه في الجامع وبعزن من حلم الثاني إن أنا في الجامع ومأزن بسود جميل الله الله يا حبيبي الله يا حبيبي مشروع الله عليك يعني أنت أزنت في الجامع بسود جميل آه بسود جميل كل جاعة تقص للجميل ومحلو يعني عندك كم سنة يا عم كرم عندي سبعة وثلاثين سنة ومتجاوج ليا سبعة سنين ومعيك أولاد ومعكاش أولاد أيوة حرقت علي المفاجأة يا عم كرم كنت أقولك حاجة حلوة بس يالله بس عايز سألك سؤال يا كرم انت أزنت في المنام وخلصت الأزان ولا الأزان اكتمل ولا كان نقص لا الأزان فترة كبير على طول بأزن وكمل الأزان يعني على طول بأزن وكمل الأزان يا عم مبروك عليك أنا هفرحك اسمعنا من التلفزيون وعم كرم اتفضل والمرة بعد إنك مجهد تاني حلم صغير بتقول إيه حلم تاني صغير تبقولوا عم كرم لا حلمت مراتي باعدة بشعرها ولا أبسة فستانة بيضا بس دا لي فترة تمام بس كده يا فن طب يا كرم انت حلمت بمراتك بشعرها وقعدة قدام المراية صح كده شافت نفسها يا كرم ولا أبسة فستانة بيضا استناني شافت نفسها في المراية طيب يا كرم طيب يلا الإتصال تقطع يا عم كرم يلا أنا ببشرك النهاردة شكلها يا جماعة كده النازل لهم دولا معنا كتير من أنجبوش هم وإحنا عايزين ندعي لهم يا رب يا رب يعطي كل محتاج وكل مشتاء للأولاد قرم بيقول في واحد كان بيجري وراء أو في حد بيطاده أو كلام من ده في المنام وقرأ آية الكرسي يا الله معلومة جميلة جدا أو يا جماعة اللي يشوف المنام دوا ضع على طول فيه إنسان حسود حقود ساحر كان عايزي زي قرم أو عايزي زي أي حد بيشوف المنام ده ولكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى إنه هو جير وملحقهوش مش هيصيبك أزا يا قرم مش هيصيبك حاجة منه يا قرم ليه؟ لإنك انت قرأت أفضل آية في القرآن الكريم وهي آية الكرسي وهي حافظة وهي وقية من شر الشياطين الإنس والجن ببشرك يا قرم إن ربنا حافظك ببشرك يا قرم إن ما فيش حد هيقدر عليك ولا حد هيقدر يعملك حاجة ويوعى حد يقولك سحر وغير سحر أو كلام من ده لإنك انت محفوظ من رب العالمين ليه؟ لإنك انت قرأت أية الكرسي طب ليه أنا بقول كده؟ لإن المنام ما فيش حد يقدر يخترعه من دماغه ولا حد يعرف يقوله ويألفه من دماغه لإن دون الله سبحانه وتعالى ينقيف قلب النايم ليه؟ ما هو نايم نمو صغرى حد يعرف يألف حد يعرف يجيب كلام من دماغه مستحيل فبين هنا ربنا بيلقى عليه المنام وبيدي له الفرج أبشر يا قرم طيب مراتك شعرها سايح وفي المراية أنا ببشرك ببنتي يا قرم هتكون شبه مراتك والله أعلى وأعلم معانا تصلتاني مدام فاطمة عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة سيد أبو يحيا أيوة أبو يحيا معك يا فندم فبقول لي حدركك بس كان زوجي الله يرحمه ويحسن إليه يا رب الله أمين الضوء كان أول لي في العيد من الزغير تمام فكان يكون حدثة شعودية وكان خدريك لي شعودي وهو شعودي الأطني يعني هو كان وقال لي أنه هو ساد زوجي بنبس الهو يحيا مع الشبكة وشاب زوجي لا الساماني يا وساد الزغير لا مستمعك 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 معلش شي شاب زوجي أنا الشي أنا معك ريسك وحدي سعودي ساحة وحدي سعودي شاب زوجي حافظة على الاتصال بالله عليك حافظة على الاتصال بالله عليك ما تروحيشي قافف حتها في الشبكة واحدة سعودي شاف زوجك في الحرم يا أستاذة ليس معنا؟ ألو؟ طب كامل يا فاندي ما نسمعك طيب إن شاء الله هتكلم هنا عن رؤية الكعبة في المنام فهنا أنا ببشر كل رأي صغير كبير شيخ شاف الكعبة في المنام أنا بقوله وببشرك برؤية الكعبة في يوم من الأيام عمره أو حج طب ليه الكلام ده؟ سبحان الله سبحانه وتعالى أنا عبرت الناس كتير وشافوا الكعبة في المنام ألاقي اللي بعد فترة يقولي أنا شفتك أنا رحت زورة الكعبة أو فيه إنسان يقولك والله أنا شفت الكعبة يا بويحي كذا 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 فأقوله أنت عملت عمره أو حجات يقولك فعلا أنا عملت عمره أو حجات بس هيشوفها تاني كلما تشوف حلم متجدد تشوفها تاني سبحان الله والحمد لله رب العالمين أنا شفتها من عشرين سنة ما توقعتش إن أنا أروح وكان كنت يعني شايفوا إن حلم بعيد زي الأمر كده رحت حجيت وعملت عمرك كتير كنت بقى واقف مستغرب كده عشان شفتها فين في المنام سبحان الله الحمد لله رب العالمين عبرت الناس كتير إن هما شافهم الكعبة في المنام كان أمن وأمان وخير وربنا بيقدرهم كل طلباتهم بس فيه حاجة بعد الأمن والأمان والخير والفرج والرزق وكل حاجة لازم يروح يشوف الكعبة طب أفرض أنت عبرت المنام وقلت كده وواحد توفاه الله وشاف الكعبة في المنام تعرف إن بردك هيروح يزور الكعبة طب إزاي هيتعمل له عمر من حد من حبيبه يعني ممكن راجل كبير في السن بقولك والله يا بويح أنا شفت الكعبة في المنام وما رحش ومات توفاه الله سبحانه وتعالى يبقى أنت بتتحكي علينا في التفسير أولا أنا بكتهد تمام كده؟ إحنا مش مؤولين للأحلام لأن تأول الأحلام للأنبياء إنما إحنا نعبر ونفصل ونكتهد نصيب ونخطأ لأن سيدنا محمد قال كده لسيدنا أبي بكر صديق أصبت في بعض وأخطأت في بعض طب ده سيدنا أبو بكر إحنا مين؟ فهنا الإنسان ده شافت كعبة واتبسط ولف حوالين منها وكاد قريبة وتوفاه الله ما عملشه عمره زيما أنت بتقول لأ هيجيله حد في يوم من الأيام حتى لو طلت سنين جدي الله يرحمه أم أعمل له عمره واحد حبيبه أم أعمل له عمره هيجي في المنام لحد عشان يعمل له عمره وحصلت كتير والله أعلى وأعلم معانا الأستاذ عبد الشافي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحلمت حين شيخ جحي اتفضل أنا في المنام كده جاني أغوية وفي المحل بتاعي بتاعك الرائشة وجاب لي شكارة فيها تعبين وايه يا فنديم وايه وجاب لي شكارة فيها تعبين سودا أبوك أبوك متوفي ولا موجود لا موجود جاب لك شكارة فيها تعبين سودا تعبين سودا ما اقول له ليه يا بابا كيف جيبتها لي بتاعبين السور ايه؟ قال بس انت خليها في المحل طب قلت له مرة اجابتها على المحل الصبح اذا كده لاجي بتاعبين مشت من الشكارة حاجة تبرزني قال ليه لا بس انت خليها في المحل طب قفلت المحل زي كده روحنا البيض اذا ادت كده نايم على كنبة طب موت من المنام على كنبة بس كده جيبت ابني جنبي نايم بالارض اخسارة طيب كنت عايز اسألك هل انت في خلاف ما بينك وبين والدك ولا لا يا عام عبد الشافي تعب بغلت جزء كده وجزء كده عشان افهمك صلى على سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو في مشاكل مع والدك تمام كده اوعى تصدق المنام ده لو في مشاكل او خلافات مع والدك اوعى تصدق المنام ده طب ليه ابو يحيى طبعا لازم يكون والدك على رأسك من فوق حتى لو عمل فيك البدع حتى لو عمل ايه طبعا والدك ربنا سبحانه وتعالى وصنا على الوالدين تمام طبعا بيجب لي شكارة فاتع بين هو فكره إنه هو ممكن عايزك تبقى حاجة كويسة ولكن عمره ما بيكرهك أبدا طب جاب لي في المنام تعبين سودا وإحنا عارفين أنت تعبين السودا إن هي شياطين جن أعداء أمر مش كويس جدا فهنا على طول لو في خلاف ما بينك وما بين والدك أنا بقولك الشيطان بيلعب معاك يا عبدالشاف في لعبة حلوة علشان يكرهك فابوك ما الشيطان ده ابني لازينة في الحلقة اللي فاتت قلت عليه أستاذ وأستاذ كبير الشيطان ده عمره في حياته ما هيسبنا ربنا سبحانه وتعالى إداله صلاحيات كبيرة جدا تمام كده؟ ولكن قال لنا حاجة واحدة إن كيدا الشيطان كان ضعيفا خلي بالك ضعيف دهبل بس أنا بخاف من مين يا عبدالشافي؟ أخاف من شر الإنس بيستخبهم حقد في قلبهم غل ما بعرف له همش حاجة لو قرأت قرآن مش هيمشهم لو عملت البدع ما بيمشوهش إنما الشيطان على طول أول ما بيمسين أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيجري أو أقول اللهم مرزوك للحسن الخاتمة بيجري فهنا المنام ده اصطناع الشيطان لك يا عبدالشافي عايز يوقع ما بينك وما بين أبوك استعذ بالله من الشيطان الرجيم وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطفل على يسارك فلا يضرك ولا ينفعك والله أعلى وأعلم طيب هنرجع تاني بقى جميل تاني أنا قلتها فصر الكعبة والوضوء الوضوء في المنام الوضوء في المنام بس هنا الوضوء ذكرني بحاجة لأخ كان راني قبل عبدالشافي قال إن أنا يعني أزنتي في المنام بصوت جميل الحمد لله أنا افتكرت لك المنام عشان أبشرك من أزن في المنام أعطاه الله سبحانه وتعالى مطلبه من أزن في المنام حجة بيت الله الحرام طيب بس إمتى يحج بيت الله الحرام لو كان إنسان صالح من أهل الصلاة من أهل الصدق من أهل المعروف من أهل القرآن يروح ربنا سبحانه وتعالى لما يشوفه أنه بيأذن في المنام ربنا يقديره حكته عايز تخلف فهتخلف في يوم من الأيام تعتمر برضه ولها قصة كبيرة طبعا مع ابن سرين واحد أزن قال له أنت سوف تحج واحد أزن قال له أنت سارج بس الموضوع كبير عشان ما طورش عليكم نرجع تاني والله أعلى وأعلم نرجع تاني للوضوء من رأى في المنام أنه يتوضأ ونقص الوضوء يعني بتوضأ وغسل كده وتنضمن وهب أيمصح من نوم بقول الإنسان ده اللي أنت عندك مطلب أو عندك أمنية من الله سبحانه وتعالى أو شيء للأسف هيتأخر شوية لأنك أنت ما كملتش الوضوء في المنام طب لو اكتمل الوضوء في المنام إيه اللي بيحصل لو عندك مطلب من ربنا طالب علم إنسان عايز يسافر إنسان عايز يعمل مشروع إنسان عايز يتجوز وبتقدم العروسة لو اكتمل الوضوء في المنام وخلصه ربنا سبحانه وتعالى بيقول له أمرك هيكتمل بكل خير عارفين لي يا جماعة لأن الوضوء هنا اختسال طهارة الإنسان بيزول من على جسمه وباء وبلاء وحاجات وحشة كتير عشان كده أنا كل بقول لكل أحبابنا وحبايبنا صلّم اتوضّم الوضوء شفى والوضوء بيزيل الهموم حتى سيدنا النبي لما كان بيقول لك إن في حد مهموم أو حزين أو كلام من ده أو الشيطان ضغط عليه ومخليه متنرفز يقول لك أمو توضّى وصلّى ركعتين لله فمن رأى في المنام أنه يتوضّى ذهب عنه الشر ذهب عنه الضيق ربنا سبحانه وتعالى يقضلوا طلبه إن كان زي الأساز الفاضل اللي كلمنا ومخليفش وزي ما كمل كمل الأزان هنا برضوك اللي بيكمل الوضوء ربنا بيعطيه الفرج بيعطيه مطلبه طب إيه تاني يقال بأن من رأى نفسه مسجون يعني إنسان بيشوف نفسه في السجن وشاف نفسه أنه هو بتوضّى وأكمل الوضوء ده دليل على الفرج ودليل على القرم اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكرم به هذا الرجل اللي هو مسجون الرجل اللي هو مسجون أو به ضيق لأن السجن بيكون ضيق فربنا سبحانه وتعالى بيبشره بأمن وبراحة وبطمأنينة من عند رب العالمين وممكن يخرج من السجن طيب لو هو لسه قدامه فترة كبيرة تلاقوا سبحان الله حاجات بتحصل معاه غريبة جدا وبتظهر معاه ناس بتحبه ناس بتقدم له مساعدات اللي معاه بيساعدوه وبيخرج من السجن أنا بقول للناس اللي هي مسجونة اطمئنه لو حد شاف نفسه أنه بتوضى في المنام لو إنسان مريض وشديد المرض وخلاص يعني راح هنا عند أطباء وهنا 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 وخلاص قال يعني ايه أنا استسلمت وهب شاف نفسه أنه هو بتوضى وبيختسل ربنا بيقول له لا يا عام أنا كريم جدا ومعانا اتصال الأستاذة نادية يا خسار يا أستاذة نادية الاتصال تعطع عاودي تاني يا أستاذة نادية عشان أفصل لك وأعبالك منامك أحب أسمعك هنا الإنسان المريض اللي بيشوف نفسه أنه هو بيختسل في المنام ويتوضأ لدليل على الشفاء دليل أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له خلاص مرضك يذهب يروح عنك ويذهب عنك طبعا احنا عارفين طبعا قصة سيدنا أيوب عليه السلام سيدنا أيوب عليه السلام طبعا ما فيش حد من المسلمين مش عارفه ربنا بيكرمه وكان نبي عظيم وشاف من البلاء لمحدش شافه لدرجة أنه كان صبور جدا على المرض فربنا سبحانه وتعالى بشره في يوم من الأيام أنه هو هيختسل بناه ويقوم فهنا الاختسال أو الوضوء شفاء فرج البنت اللي هي لسه ما اتجاوزتش وشافت نفسها أنا بتتوضأ ربنا سبحانه وتعالى بيقولها في خير جايلك في الطريق ومعنا اتصال أم عبدالله السلام عليكم وفاتلت السيد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم عبدالله حدرتك عامل إيه كل عام وحدرتك بخير ده وانت طيبة وبخيرك وبلدك ومصر كلاتك والعالم الإسلامي بخير بعد إذن حدرتك وامريني تحت أمرك بأمر لله في حلم لبنتي وحلم الأبني ربنا يباركلك فيهم اتفضلي اللهم أمين يا رب هقولي الحلم بتاع إبني بس لو الحلم من الكويس بتفسروش بعد لا ده يطلع حالو قلب حاسس إنه يطلع حالو يا رب يا رب اللهم أمين اتفضلي اللهم أصلى عليك يا سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو في الناس وحدة ست مطلقة بتطرده اللي هما بتطردني في المنام تمام والست دي معروفة الست المطلقة دي اللي هو شفى في المنام معروفة تمام ابني شاب عنده عشرين سنة ربنا يبارك فيه اللهم أمين من اللي شاف المنام يا أمو عبدالله أمو عبدالله المنام نعم ابني اللي شاف المنام هو جنبي منك أنا عايزه لا هو مش موجود يا أمو عبدالله اسألي قولي له هل انت حضوتها في بالك لا بستة كبيرة ستة أكبر منه والست دي كانت احنا كنا مقضرين شعقة في البيت اللي هي سكنة فيه تمام والشعقة دي احنا سبناها من 8 سنين واخدنا شعقة تانية بعيدة عنه اه بعيد وهو لما احنا عزلنا من عندهم كان هو ابني كان عنده 12 سنة ده السلام ده من 8 سنين تمام 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 تخفيشي لا ما تخفيش يا ستة أمو عبدالله قولي له ما تخافش يا عبدالله ان شاء الله ده بس احنا احترمت جدا وطيب جدا ما شاء الله ربنا يبارك لك فيه ويهديه يا رب اللهم امين وهو يتيم يا فضلك الشيخ لا ما تخفيش منه ربنا ان شاء الله ينصره وهيفرحك به والمنام ده من منام نفسي ممكن يكون العقل الباطن من سنين بيقلب ويقدر يجيبك المنام ده فما تخفيش منه والمنام ده من مفوش اي حاجة لا عبدالله والله اعلى واعلم هاتي منام بنتك في منام تاني لعبدالله بعد اذن حضر ايساد تابو بنتك شاف اقول المنام ولا لك قولي قولي فضالي شاف نفسه بيقول لنا شفت ان انا باخد درس مع زميل اللي كانوا في الاعدادية معايا بيعمل ايه فندم؟ في السفينة في الفضاء بيعمل ايه؟ بياخد درس اه مع زميله اللي كانوا معايا في الاعدادية في السفينة في الفضاء الله ما شاء الله الله اكبر بس كده ايوه هو في الدراسة يا امو عبدالله هو كان حظ وحش في السنوية العامة ومش عايز يكمل عايز يشتغل انا نفسي يكمل لا يا عبدالله خليه اسمع الحلقة ده ان شاء الله الحلقة ده هتتعد على اليوتيوب يا امو عبدالله خليه اسمعها يا عبدالله اسمعيني يا امو عبدالله يا استاذ عبدالله يا حبيبي يا نور عيني عارف يعني ايه يا حبيبي تركب تاخد درس وتركب سفينة في الفضاء مع صحابك في الاعداد لدليل على امر مهم جدا السفينة هي المركبة الله سبحانه وتعالى امر سيدنا نوح عليه السلام انه هو يصنع مركبة علشان ربنا ينجيه كان اليهود وكفار بقبان الاسرائيل بتحكوا عليه ولكن هو قال لهم في الاخر انه اتحك عليكم فهنا لما ربنا سبحانه وتعالى يجب لك اشارة يا عبدالله تركب سفينة فضاء وتاخد درس فيها ده انا بقولك يا عبدالله انت سوف ترتقي الى الاعلى ده انت هكون ذو علم يا حبيبي في يوم من الايام ده انت هكون شيء كبير جدا في علمك هكون عالم من العلماء التؤال اوي طب انت كاره الدراسة ومحصلكاش نصيف في السنوية ممكن يا عبدالله او ممكن يا امو عبدالله ابنك عبدالله اتنظر اركي عبدالله اركي باستمرار اركي عبدالله وما تسبهوش وقول العبدالله ابو يحيى بيقولك هتبقى شيء عظيم في يوم من الايام ليه لان من يرتقي ويركب سفينة الفضاء يركب سفينة الفضاء ربنا سبحانه وتعالى هينجي من كل شر يا امو عبدالله ربنا هيفرحك يا امو عبدالله بعبدالله لا ده انا هقولك مفاجأة كمان ابنك هيكمل السنوية وهيبقى عالم من العلماء وهيبقى ليه مكانة كبيرة جدا ركب سفينة فضاء لا مش بمزاجك هتسيب السنوية ولا التعليم ربنا هيشدك وهيجيبك لوحدك ازاي ما تعرفش والله اعلى واعلم حبيب الكرام حلقتنا خلصت وكان لسه عندي حاجات كتير بس ان شاء الله في حلقات تانية هكمل معاكم بجد الوقت معاكم بيخلص بسرعة جدا جدا ربنا يفرحكم ربنا يسعدكم ربنا يكرم مصر ربنا يكرم جيش مصر يا رب ارفع عنا الويباء والبلاء اكرمنا يا رب العالمين فرح كل الناس اعطوا كل محتاج كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك مع برنامجكم شفت ما نام وانتظروني في حلقات قادمة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة